تتوالى حملات المداهمات والتفتيش من طرف الكيان الصهيوني في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة أعقبتها مواجهة في بعض المناطق أصفرت عن إصابات برصاص الاحتلال وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع بحسب مصادر أمنية فلسطينية كما لم تسلم عشرات المنازل من التفتيش واللعبذ بمحتوياتها وإخضاع قاطنها لتحقيقات ميدانية اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي ركزت على محافظات الخليل وجنين وراملة كما اندلعت اجتباكات مسلحة خلال اقتحام قوة الاحتلال لمخيم الفارع وأطلقت قوة الاحتلال النار على مركبة خلال مرورها قرب مخيم الجلزون ما أدى لإصابة شابين أحدهم بالكتف والآخر بشذية في الرأس نقل على إثرها إلى مستشفى راملة كما شهد محيط المستوطنة استنفارا لقوة الاحتلال وإغلاقا للبوابة الحديدية المقامة على طريق الجلزون هذا وشرع الكيان صيوني الأمس في بناء جدار خرساني ضخم على طول خمسة وأربعين كيلومترا وبارتفاع تسعة أمتار حول منطقة سالم القريبة من مدينة جينين شمال الضفة الغربية زوده بمعدات حماية وتكنولوجيا المراقبة الحديثة وبهذا الجدار ستنضم بقية أراضي سالم التي يقام على أراضيها المعزولة داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948 واحد من أكبر معسكرات الكيان الصهوني إلى عشرات المناطق والقرى الفلسطينية التي حولها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدات معزولة عن محيطها في الضفة الغربية تسببت في طرد وتهجير الفلسطينيين تحت الضغط المعيشي